مرحبا يا حلمين أهلا وسهلا فيكم مرة تاني بقناتي فيديو اليوم رح يكون عن أجدد ريحة من باثنبري ووركس ومشترياتي من عندهم صراحة بحب أعمل هذول فيديوهات لأنه انتوا كتير بتحبوهم كمان لأنه بحب أعرف الناس بالروائح خاصة اللي بيشتروا أونلاين ممكن يعرفوا إذا رح حبوا ريحة معينة أو لا إذا انتوا اجداد على هالقناة لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب كمان انستغرام هالقناة رح يكون بصندوق الوصف بتمنى انكم تروحوا وتعملوا فلو هناك وهلا خلينا نبلش طبعا رحة أبدأ بأجد ريحة من عندهم واللي هي You're The One أنا جايبة كريم ولوشن وغسول جسم منها عليها أفار Buy Two Get One Free شكل الكريم من بره كتير حلو ولما تلمسوا العلبة بأيتكم بتحسوا بالتكستر ونسبة للغسول جاي لونه أحمر والعلبة بتحسوها مش كتير شفافة زي علبهم البائين يعني شوي معتمة في من هاي الريحة عطر بس أنا ما جبته جبت لوشن وكريم لسبب انه اللوشن بيجي أخف أما الكريم أتقل مناسب لما تكون البشرة ناشفة أكتر هلأ خليني أحكي عن الريحة بتيجي مكس بين الورد والفراولة بالإضافة للبرتش اللي هي البتولة الريحة ورد على فروتي وبتيجي سويت نعم كتير صراحة It's very feminine وكتير عجبتني أنا هلأ بدي أحكي عن غسولات الجسم اللي جبتهم وأول واحد هو Country Apple طبعا للناس اللي بتحب ريحة التفاح هاي الريحة نعملت لكم هي ما بتيجي كتير سويت ريحتها صراحة في فريشنس ونظافة وكتير كتير مناشة طبعا أكيد كتير فروتي بتحسوها ريحة تفاح كلاسيكية بس ورضوا فيها إشي مميز طبعا طلعت في 2019 كتير جاي هاي القرلي اللي بعده هو Violet Leaf and Blackberry هاي ريحة فروتي وفلورل يعني بتحسوها كتير جاي على زهور تحتوي على التوت الأسود المحلة بالإضافة للفانيلا وبثلات البنفسج الخضرة صراحة ريحة التوت فيها مش كتير واضحة حسرت ريحة الزهور هي الطاغية بهاي الريحة سويت هي يعني بس مش كتير بتيجي وسط الغسولة اللي بعده هو Daydream كتير حلو تدرج الألوان على العلبة وصراحة يمكن هاد أكتر غسول جسم حبيته لليوم ريحة خرافية وذكرتني صراحة بMAD ABOUT YOU نفسنا على السويتنس اللي فيها فيه راسبري اللي هو التوت الأحمر النجاس بالإضافة للزنبق الزهري الميكسي كتير حلو خرافي طبعا بتيجي فروتي وكتير سويت هاي الريحة طلعت ب2020 طبعا التوت فيها واضح فلو ما بتحبوا ريحتو أكيد ما رح تحبوها طبعا وأخيرا جبت شغلات من Line L Aromatherapy كتير جعبالي أجربهم من زمان من أول ريحة جبت غسول ولوشن جسم كتير عجبني لونهم من بره المفروض انه يساعدوا بالبالنس أو يعني التوازن اللي ما بيعرفش الارومatherapy فهي العلاج بالروائح الاطرية طبعا هدول فيهم نبتة العرعر بالإضافة للكزبرة يحطهم كتير كزبرة يا جماعي يعني ريحت الكزبرة هي اللي طاغية صراحة أنا مش كتير حبيتهم بس هو هذا Line فكرته علاجية مش فكرته روائح علبة اللوشن ما بتيجي بلاستيك هي أزاز اللي بعده هو زيت من نفس اللاين كمان بيجي مزيج بين زيت نبتة الأوكاليبتوس مخلوط مع بزرة الخروع وزيوت السافلاور طبعا بتحطوا شوي من الزيت هاد إما مع المرتب تبعكم أو بدون مرتب على البشرة دغري صراحة أنا سمعت من الناس بعرفهم إنه ساعدهم كتير عن نوم فأنا كتير متحمسة أجربه ريحته قوية وهيك جاي على أعشاب آخر شغلة ماي من هاد اللاين هو هاد الكريم اللي اسمه Inspire جاي مكس بين البنفسج وخشب الصندل والأوكاليبتوس هاي أكتر ريحة هاجبتني من هاد اللاين هيك جاي فلورال وودي يعني بدكم تجربوا هاد اللاين بس ما بدكم ريحة كتير غريبة أتوقع إنه هاي ممكن تحبوها إذا حابين أنزل ريفيو بعد الاستخدام عن هاد اللاين احكوا لي بالكومنتات هلا رح أحكي عن هاد الكريم اللي اسمه Wild Lime & Gardenia هاي ريحة كتير كتير فرش صراحة ذكرتني بروائح كريمات بينك من Victoria's Secret اللي حكيت عنهم قبل كتير نظافة انتعاش بتيش شوي سيترسي طبعا هي مكس بين الحمضيات والبرقاموت بالإضافة لبراعم كتير ريحة الزهرة واضحة بصراحة يعني يده بلمحة توقع تكون أكتر من هيك ريحة الزهور الحمضيات أوضح ريحة موجودة بهاد الكريم فلو ما بتحبوا ريحتهم أكيد هاي الريحة مش إلكم اللي بعده هو Hyaluronic Acid Hydrating Body Cream اكتير عجبني شكله من برا وحسيته مختلف أنا حبت صراحة أجربه لأنه معروف إنه حمض الهالرونيك بيحبس الرطوبة بالبشرة هم حاكين إنه بسرعة البشرة بتنتصوا ما بيترك زي زيت على البشرة بس أنا حسيته إنه بيخلي البشرة مزيتة يعني مش متل ما هم حاكين ريحته بتيجي تقريبا زي جوز الهند كتير عادية صراحة يعني مش مميزة اللوشن اللي بعده هو Twilight Hoods من برا شكلها كتير حلو للعلبة كحلي مع ذهبي صراحة ريحته مميزة هاي يعني شوي مختلف عن style Bath & Body Works بالروائح جاي وودي فيها فانيلا شوي ريحة بودرة مسك بالإضافة لجوز الهند أبدا ما بتيجي سويت بتحسوا الريحة للغرون أبس أكتر من اللي عمرهم أصغر كتير كلاسي وحلوة كمان مناسبة للناس اللي ما بتحب الروائح لسويت أو روائح لفروتي الريحة خرافية وأنا كتير حبيتها آخر لوشن لليوم هو Tahiti Pink Lily & Bamboo هاي صراحة ريحتها ورود وبتيجي شوي سويت بتحتوي على زهرة السوسن البرية بالإضافة للبامبو والزنجبي للوردي مش كتير مميزة صراحة أنا حسيتها ريحة كلاسيكية هلأ صار وقت غسولات الإيدين وأول واحد هو Crisp Apple هاد ريحته بتجنن صراحة قريب شوي من غسول الجسم تبع ال Country Apple بس الفرق بيناتهم إنه هاد جاي ريحته على حموده أكتر لأنه بيحتوي على بطيخ بالإضافة للحمضيات كتير حبيتها للريحة وأكيد طبعا هاي للناس اللي بتحب التفاح كتير فرش وكتير مناشة اللي بعده هو Bamboo Paradise هاد ريحته غريبة شوي بيحتوي على البلاب بالإضافة لخشب الصندال الفاتح بتحسوها قريبة لريحة الورد بس برضو مش ورد زي ما حكيت لكم غريبة وكتير صعب أوصفها بس أنا مش كتير حبيتها بصراحة حستها شوي أوفر اللي بعده هو فيجي White Sand صراحة هاد صدمني لسبب إنه نسخة عن غسول حكيت عنه بفيديو مشترياتي من Bath & Body Works الماضي رح ترككم اللينك تحت إذا حابين تروحوا وتحضروا المهم اسم هديك الريحة كان Wild Lavender Mint ما بتتخيلوا كمية التشابه بين الريحتين ريحة كتير كتير حلوة جاي فرش جميل داخل فيها هيك انت عاش بحر أنا كتير كتير حبيتها طبعا الفرق بين هاد الغسول والغسولين اللي قابله انه هادا العلبة نفسها بتطلع لكم رغوة أما هداك لازم تحطوا ماء حتى يطلع لكم الرغوة اللي بعده هو Island Papaya طبعا هاي جاي ميكس رهيب بين جوز الهند والبابايا بالإضافة لقصب السكر بتحسوا ريحتها عصير بصراحة ريحة Tropical, Fruity, Fresh طبعا جاي كتير سويت وأوضح ريحة من بين هدول الثلاث هي ريحة البابايا فلو ما بتحب ريحتها أكيد لا تجيبه الغسول اللي بعده هو Watermelon Lemonade هاي الريحة كتير حلوة بصراحة وإذا عمركم مشميت وجمعت البطيخة اللي منعن باثنبري ووركس فهاي تقريبا كتير كتير شبيهة فيها طبعا فيها ليمون بس أنا ما حسيته انه جاي كتير واضح يعني مش هو الريحة الغالبة لو بدي أوصفها فبدي أحكي انه هي Fruity و Sweet هلا بدي أحكي عن غسول Cranberry Peach طبعا هاي بتيجي ميكس بين الخوخ الحلو Tart Cranberry بالإضافة للطفاح الريحة بتيجي Fruity و Sweet بس بعدا في هيك شغلة بتكسر للسويتنس الريحة فرش ونظافة بتصير يعني كتير مناسبة كغسول إذن آخر غسول هو Sea Island Cotton هاد ريحته نظافة على بودرة كتير كتير حلو الميكس فيها قطن فريسية بيضة بالإضافة للمسك وبرده الريحة كتير زابطة تكون غسول إذن طبعا آخر شغلتين عندي إياهم من باثن بريوركس هم كريمات الإذن هم بيحتوى على زبدة الشياء وفيتامين E كتير ترطيبهم عالي والبشرة بتنطسهم بسرعة وأول واحد معنا هو White Jasmine طبعا أنا مستخدمة هاي الريحة من قبل وكان عندي منها Spray كمان هاي الريحة بتيجي كتير كتير نعمة كتير Floral كتير Feminine بتيجي الريحة هيك زهور بيضة بس يعني ما بتحسوا انها بتصدع الراس أو بتدايق بالعكس جاي لايت ونظافة وكتير لطيفة وهيك بتنعش المزاج الثامن اللي بعده هو طبعا مش للبنات هو رجالي اسم الريحة هي تيك وود أنا طبعا ما جبتوا إلي الريحة كتير حلوة بصراحة وقوية حتى في منها عطر تجي ريحة رجالية كلاسيك وكتير وودي وبس هيك بيكن خلص الفيديو اليوم بتمنى يكون عجبكم وإذا عجبكم لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يصلكم كل جديد من قناتي وتمنى أني أشوفكم بالفيديو الجاي باي